أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران انتماديغ أو جذور الأمازيغية في هذه الحلقة وكما عودناكم انطلاقا من جبل نفسه سوف نتحدث عن جذر له عدة معاني أغلبها مرتبط ببعضها البعض وبعضها مرتبط بمجموعات أخرى يحتاج للكثير من البحث للربط بينها هذا الجذر الذي نبحث عنه اليوم هو جذر ثلاثي ياكيارياد أي كرد غالبا له معنى أصلي وهو الكشط والشطب وهو فعل من الزمن القديم جدا والدليل على هذا هو كثرة تفرعاته ووجوده في جميع التنوعات الأمازيغية وبقي له معاني عديدة سوف أبين أن هناك سلة بينها يجب أن توسع في الجذور والتي في أغلب المعاجز ليست بنفس المدخل فمثلا لو أخذت أي معجم أمازيغي تجد كرد مختلفة عن كرد مختلفة عن كرد مختلفة عن كرد وهذه في الحقيقة كلها في نظري كلها مرتبطة بفعل واحد وهو كرد ياك يا رياد وسوف ترون ذلك بأنفسكم وسوف نجد أنفسنا نأتي بأمثلة من مشتقات استبدلوا فيها حرف الطا والضا ولكي نزيد الأمور تعقيدا هناك اشتقاق أو اثنين تبدل من الكافي للشين وهو أيضا خصوصية ازناتية وأكثر من ذلك يعني مثل القلب في ترتيب الحروف وسنوضحه في محله القلب في الحلوف ذات المخرج الواحد تحصل في كل اللغات على فكرة يعني لما يكون الدال والطا والتا والضا موجودة في جميع اللغات ونعطيكم حتى ممكن أمثلة ببعض اللغات أو مثال باللغة العربية على سبيل مثال مثلا وربما هذا المثل ذكرته في حلقات قديمة جدا اللي هو حرسة حرصة وحرزة في اللغة العربية لاحظوا أن حارة هي نفسها ولكن الذي تستبدل هو السين والصاد والزين لتعطي كلمات مختلفة في مداخل مختلفة في المعجب ولكن في الحقيقة يجمع العلماء أنها كلها نفس الجذو فالحرز هو لحفظ الإنسان من الشر الحرص هو أن تكون حريصة على الشيء أو الشخص من المكره الحراسة هو أن تحرسه أي تحرص عليه إن الكلمات الثلاثة هي نفسها غير أنها في المعجب العربي من جذور مختلفة زي ما قلت ولها معاني مختلفة وعلماء اللسانيات يجمعون وليس لديهم أي شك أنها كلمة واحدة من متنموعة مختلفة وعطية معاني مختلفة ومدخل مختلف في القموس الذي أريد أن أبرهن عليه أن مخارج الحروف حتى في الأمازيغية وفي الكثير من اللغات تنوب بعضها في مكان بعض ومثلا هنا الدال والضاء غالبا تتبادل والتاء والطاء أيضا تتبادل الأدوار والضاء والطاء تتبادل الأدوار في التنوعات الأمازيغية بالأخصص النتيجة منها طيب لنبي بالجذر الثلاثي كرد نجد له معنى القشت التكشير الشطب التسوية وهذا في معانيه البداية مثلا عند إموهاغ يقولون أكراد يعني الكشت والتسوية وهو نفسه عند القبائل على سبيل المثال بالدالة وبقية التنوعات تفخم الدال تصبح كرد وهو في كل التنوعات تقريبا فكرد أكال أو في حالة نفسها لا لوت ولا غيرها مثلا يقولون في جبال نفسها كرد شدي أي سوي الأرض بفعل القشت الكشت المتكرر ومنه خرجت آلة المسح المعروفة تكرات والكراطة حتى بالعامية يقولون فعل الكراطة وبتسوية الخشب وجعله أملس كذلك تسمى إكراد وإكراد نكشود مثلا ويستعمل فعل آخر بنفس المعنى وهو أسرم وتسرمت اللي هي البراية متعلقة الوابس والآخر هذا موضوع مترادف آخر ولكن كرد هي كذلك تحمل نفس المعنى وهو الكشت والتبرئة التسوية نزع القشرة إلى آخرهم المهم الكشت يستعمل بمعنى المسح والتنظيف في الأرض بإزالة الحجارة وغيرها الأشياء التي غير مرغوب فيها ولكن تعني التسوية ومن ذلك إزالة شوائب من الملابس مثلا حتى إزالة السواب كذا من الملابس بكشة الملابس وهو فعل ممات حقيقة ولكن نجده في اسم المكان الذي مخصص لغسيل الملابس في حافة مجاري المياه فيسمى أسكرد أو أسيقرد وهو مكان غسيل الملابس في مجاري المياه من أنهار ونحوها كما قلت فإزالة الشوائب من اللباس تنطبق على إزالة الشوائب من شعر الإنسان كذلك فالتمشيد بمعنى إزالة القمل ومنحنا نحوه وعند إيموهاغ يقولوا كرد تيلكين كرد تيلكين أي أزل القمل بتسريح الشعر وبهذا المشط يسمى عندهم المشطة نفسها يعني مش المشطة نفسها تيمكرد فانتقل من إزالة الشوائب إلى التسريح عموما عند الأوراث أكراد يعني أي تسريح يسمى أكراد وفي مضاب مثلا المرأة التي تزين المزينة التي تزين شعر المرأة تسمى تيمكراد وفي الغالب تكون من الإيماء تاية وتواية في الأخير هذا كلام قديم طبعا تاريخيا في بعض التنواءات بما أن هذا الفعل يقتضي قصة الشعر لتقليل من هيمنة القمل وهذا في الزمن القديم كما قلت كان يستوجب القصة الشعر ولهذا يسمى الحلاق أموكراد وفي بعض التنوعات وفي نفسه والأوراس يسمى أغران من الفعل غران وهذا السفراتي عليه ونقصة الله حرقة إذن يعني القصة وبما أننا نقص الشعر لذلك فأداة القصة تسمى المقص نفسه ماذا يسمى في أغلب التنوعات الزنتية مثلا وغيرها تيمكراد تيمكراد بصيغة الجمع وتطور المعنى للحلاقة الصفر يعني من مقص إلى الحلاقة الصفر نقول إكراد إكراد ولا إكرات يقول إكراد ودمن إكراد نودم ولا إكراد انتمارث أو إكراد انتمارث أحنا مثلا الحجاج في جبل نفسها الحلاقة الصفر هذه التي يدعون فيها يقولون لها إكراد ولا إكراد نخف وهي الحلاقة الصفر الحلاقة عموما تسمى فيسوس وهو قديم لم يعد يستعمل كثيرا نقول عن الحلاق أو محل الحلاقة أسمى كراد طبعا يستعمل فعل آخر في الحلاقة الصفر على الجلد مباشرة نقول في نفس التنوع للسلخ أدرك وإدرك نعم الفعل مقلوب الحروف يعني إدرك وكرد ولكن هذا التغير والقلب موجود كذلك بجميع اللغات ولم تسلم منه الأمازيغية ولكن بشيء من البحث والجدية نجد هذه الأفعال المقلوبة وبالأخص هذه الأفعال نجد لها أي جذر آخر أو أي ارتباط بالجذر الأخرى من نفس الجذر طيب هذا ذكرني بموقف في زمان لما كنت نشتغل في قناة تيبيا الحرار كان عندنا يعني في واحدة من المذيعات قالت في المباشر مش واحدة من المذيعات السيدة السنة المنصوري قالت في المباشر سول فييد بمعنى سامحني سول فييد سول فييد بمعنى سامحني وكرتها في نفس الحلقة عدة مرات تصوروا اليوم أصبحت شريحة كبيرة من الناس تقود سول فييد مع أن الأصح هو سور فييد بالراء وليس باللام فهي قلبة اللام راء وهذا أصبح يعني شع صعب جدا جدا تغييرها في الناس أنك تقولهم راء هو سول فييد خطأ وإنما هي سور فييد وأصبحت مشاعة ومن صعب جدا أنك أنت تقنع الناس أن تلك اللفظة خطأ عليتي حال أغليب أن نقولكم أن القلب يصير في اللغات بمجرد أن يخطئ إنسان ويكون قدوة لكثيرين يأخذوها منه وتنتهي فمثلا حتى نتذكر نقاش مع أحد الأصدقاء من مدينة زوارة يقولون للحرية تينيلي اللي هي الخيوط في شبع النفوس المهم تينيلي لابد أنه شخص أحضر الكانوية بطريقة لأنها داخل عندهم وقال تينيلي بدل من تينيلي فأصبحت عندهم تينيلي تعني الحرية ومن الصعب جدا إقناع الناس بالأخص حتى المناظرين منهم أن تينيلي راه خطأ وأن الصح هو تينيلي على أي حال هناك طرق كثيرة تقلب بها في ترتيب الحروف في الأفعال وإلى آخره وهذا مثال على ذلك إذن السلخ أيضا أخذ معناه من كرد وكرط أعني التقشير مثلا نجد تقشير البرتقال مثلا كرد كرد بمعنى التقشير أو اللوز أو إلى آخره وهو مفهود مع وجود مترالفات أخرى للسلخ طيب من السلخ المادي يمكننا الحديث عن السلخ المعنوي حتى في العامية يقال مثلا فلان سلخ فلان يعني أنزل من قدره ولا أهانه ولا قال في شيء أو شتمه فالشتيمة في الأمازيغية هي إكراد فنقول تشبع ياس إكراد أي أحاطتها بالشتيمة وهو بدون شك سلخ من القيم والتعزيل والآخره وكذلك على فكرة ذلك التعزيل مثلا لما تريد تعزر بنان بتسميه الأعورة والأحولة والأصطع والآخره يقال أري إكراد إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعيروني بكل أو ينزل من قدر إلى آخره شوفوا كيف الكلمة مشت من السلخ المادي إلى السلخ المعنوي إلى الكشط التقشير السلخ إلى الإهانة بل حتى الشعراء مثلاً يقولون عن التخلي عن الحبيب أو صديق أو تخلي الناس عنها وكذا يقول كردخت ستا سينو كردخت ستا سينو عفوا كردخت ستا سينو ولا كردخت ستا سينو نزعته من قلبي وكذلك قد تعمم على الإكراه كذلك فالإكراه في المصطلحة الفقرية السكرد أي أكره الإنسان على توقيع عقد معين مثلاً السكرد في لي أي أرغمني أظن كل ما سبق له معاني وتقارب جداً وهو الكشط والشطب والتسوية والتقشير لتنتقي معاني معنوية من إسم الفاعل إلى إسم الآلة إسم المكان كما بينا حتى لا أنسى الحك وهو نوع من الكشط كذلك يكمز نقوله أكرد عند إموهاغ هو مثلاً يقوله يكرد إيكرد من النس أو يكرد جوجلي من النس في حالة نفسها عندنا مرادة في آخر طبعاً هو يكمز وسوف يأتي في وقتها وهو الحك والشعور بالحكة، يكرد أو يكرد طيب، لماذا اذكرت هذه الحكة؟ لأن كان الحك في البداية، اذكرتها لأن انتقل الاسم من حك الجلد إلى الشيء الذي يحك الجلد اللي هو الحشرة التي تسبب الحكة في الجلد، اللي هي كوردي كوردان، الفنان الشهير يوسف كوردي، لكن لا يوجد علاقة على الفكرة بالكلمة وهذا يجعل المعنى من كوردي، فكوردي وإيكوردان هي الحكة التي تجعلنا الحكة وليس شرط تكون البرغوثة على فكرة، مثلاً في حشرة مشابهة مثلاً من نوع من الجراد ليس هذا الجراد الذي نعرفه هنا، التمرغي، يسمى في ورقلة أكراد وتجمع على أكاردن وفي الشوية أصبحت الكاف طبعاً كافة، يقولون كوردي وإيكوردان، اللي هي تعني كذلك الفأر وهذا موضوع آخر طيب، عودة على بدء، تذكروا معي أنني بدأت بفعل كشط، كرد، وهو كشط، كرد، وتسوياته وهو مجهود تطلب الكثير من العناء والتعب والنشاط والحيوية والاستيقاظ باكراً لو اشتغل أي منكم في الزراعة وأنا مارستها في صغري، وكل ربيع عودت فيه لليبيا في جبل نفوسة، يجب أن أفيق قبل الفجر وأكمل أشغالي في المزرعة قبل شرق الشمس، حتى التاسعة حقيقة يعني فالشخص الذي يخدم الأرض وينوظفها، ماذا يسمى؟ أكرواد في بعض المناطق وهو الإنسان، وأظن كوردي جاءت من هذا الإنسان النشط فأكرواد كلمة تعني المزارع النشط ليقوم في الصباح ليمشط الأرض ويسويها وإلى آخره، فأصبح تطلق على كل إنسان نشط يمكننا رؤية أنها انتقرت من الإنسان اللي يمسح الأرض ويسويها إلى الإنسان النشط في الزراعة، إلى الإنسان النشط عموماً وجاء منها فعل يكرد أي مشتهد، وفي الدارجة يقال يكرد في جرايته، يعني الشخص المتمرد العسي على فكرة نقوله حتى يكرز، يعني يحرث بمعنى يطحن كذلك يزط وإلى آخره هذه من الأفعال نعطى فيها للإنسان كصفة على نشاطه، فمنها يكرد أكرواد الشخص النشط طيب، من الشخص النشط انطلقنا إلى الإنسان المتمرد، فمزاب مثلاً يقال عن الإنسان المتمرد أو الإنسان المتمردة تشراديت، والرجل المتمرد أشرادي أو أشرادي، والطفل العنيد، الطفل العنيد، أشراد، وأيضاً أشراد وإلى آخره، إذن انتقلت الكلمات بكل هذه الأشياء، بدأنا من مسح الأرض والتسوية إلى التقشير، إلى أشياء كثيرة جداً حتى وصلنا لهذا الفعل وعلى فكرة، في كذلك التقشير، ليس كنت تكشيقة بشوية، الإجماعة الساحل، مثلاً تقنا، اللي هو السمك، عند نزع القشرة متاعها، اللي هو الحراشف إذا مفعب العربية، يسمى إيشرد تيجنا، إيشرد تيجنا، بمعنى، أو إيكرط تيجنا، بمعنى قشرة الحراشف منها، وتسمى الحراشف هذه كذلك فلوسة، والقشرة نفسها أصبحت الانتقل لإسم من نزع القشرة وحكها إلى اسم القشرة نفسها، القشرة تسمى إيكيرط، وكذلك القشرة متاع البرتقال والفواكه لما نحوها تسمى إيكيرط، وتسمى إيكريط طبعاً بالجمع من الكلمات الجميلة كذلك اللي متعلقة بالتقشير والحك وإلى خيره، وأنا نحبها لأهل بالكلمة هذه، اللي هي تيكيرطين، تيكيرطين هو ما يتبقى في قاع القدر المحروقة ذلك، تيكيرطين مثلاً الماكرونة محروقة، وطبعاً أنا أحب عندي هي الرشدة لما تكون محروقة في قاع القدر، نسمى تيكيرطين، تيكيرطين نكون نحب إحنا أطفال يعني نحكها حتى نزيل كل قاع القدر ونأكلها تيكيرطين، كداش تتعجب فيها نعم فيها كلمة تكيرطين، طيب، تعرفوا لو قعدت هنا مش هنكمل الحلقة، أنا نتمنى أني ما نسيت شيء وأنني قلت لكم أهم النقاط اللي هي متعلقة بهذا الفئة، عفواً، نسيت نقول حاجة تانية متأسف مرة تانية، أن السيل متاع الوادي، السيل الوادي لما يمشي ويجيب معاه الأوساخ أحيانا، يجيب معاه نوع من الحجارة، يجيب معاه نوع من الكتان ولا آخره، تسمى بالأمازيغية إكراطاً، أي تم جرفه بالسيل وهناك أيضاً المقص، شفتوا أنا ناسي هالبحاجات، المقص اللي هو جاي من الفعل شرد بمعنى مزق، ومنها جاءت تشرويدن، الأشلاء الممزقة، وعلى طبعاً في التنوعات الزناتية، الكافة أصبحت شين، والحياكة نفسها في بعض التنوعات أصبحت تسمى إمش راضاً، كأنهم يحكون الأشياء الممزقة هذه وأظن هنا أنهي الحلقة وأضيف ملاحظتين بس وتساؤلين، علاش نسمو الورق تكاردا كرد؟ وهل هي فعلاً من اليونانية كاغد وكارت وكارتا إلى آخره بلاتينية، أم هي شيء آخر له جذر أمازيخي؟ خمن فقط، هذا تخمين مني فقط يعني، ولا أجزم وأنت خمن معي، وأنا حقيقة شاك في هذا الكلام، ولكن أريد نقله لكم لإثراء النقاش الورق في عمومة في تمزغة يسمى تيفريت، وتافريت هو المفرد، ولكن هناك من يستعمل تكيردا وهذا ربما جاء من اللوح المسقول لأن في الأيام والسنين الخالية في الأمازيغية أو الأمازيغ في شمال أفريقيا يستخدمون اللوح لكتابة العقود والنسخ والآخرة ونحن في مستوال محظوظين عند مجموعة من هذه الألواح في أغلب تمزغة إتبات الحجج والملكية القديمة وهي من اللوح المقشود إكراد نوكشود، والله أعلم بهذا أنهي الحلقة ولعله من المفيد الحديث عن كلمات ذات نفس الجذر ولكن يصعب ربطها اليوم بحكم الشفاهية ولا وجود لنصوص مغلة في القدم كقول للمتا كراد الرقم الثلاثة وأمس كراد المتلت وغيرها أو عفوا وكذلك إيمقرة اللي هو السارق وآكر جاية من آكر لعل ذلك الدال حدفت من آكر لأنه ترجع في تقرطة والأصل في الفعل ربما يكون كرت أو كرد ويكون من نفس المجموعة إذن وهو مثل فعل الإرغام على التوقيع والأخير للنزع والتقشير السلب ربما تكون مرضوضة من هذا الباب تاني ميرتنون وحاولت نديرها سريعة جدا لأنني عارف أكتركم ما يحبش الإطارة في الكلام والإطارة في الحلقات واغلب الناس يقولوا لي خلي الحلقات كسيرة تاني ميرتنون لا تنسوا الاشتراك في الصفحة والتعليق اللي يصلكم كل جديد للأسف عندي 7000 ولا 8000 زائر الأسبوع اللي فاتت ولك ما فيش من يخلي تعليق وما فيش من يشارك في الصفحة شاركوا حتى تصل وتعم المعلومات لكل حد شكرا لكم